ثم ناسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رعاية الملكية السامية من جلالة ملك البلاد المعظم لدورة الألعاب المدرسية التي تصطيفها مملكة البحرين في أكتوبر من العام 2024 نعم رحب سموه بالمشاركين من مختلف دول العالم في أكبر فعالية نياضية تقام في تاريخ مملكة البحرين من حيث عدد المشاركين وقال سموه روح فريق البحرين تحفز الجهود والعمل على الاستعدادات من قبل جميع الجهات المعنية بهذا الحدث العالمي الذي سوف يضيف إلى سجل مملكة البحرين في استضافة الفعالية الرياضية العالمية والإقليمية حيث قطعت المملكة شوطا كبيرا في تطوير بناها التحتية الرياضية وتمكين الكوادر التنظيمية البحرينية التي تعمل بجد وإخلاص من أجل رفع اسم وطنها عاليا وتقديم أفضل التجهيزات للمشاركين وضيوف المملكة واستقبالهم بحس الأصالة البحرينية في الضيافة والترحاب وهو ما يميز الجهود الكبيرة التي تبدل في تنمية السياحة الرياضية والتي أثمرت بشكل بارز في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية بهذا القطع أعرب سموه عن تطلعه لإقامة هذه الدورة الرياضية على أرض المملكة ومؤكدا على أهميتها الكبيرة بالنسبة لتنمية القطع الرياضي فالمرحلة المدرسية هي النواة التي تنطلق منها المواهب الرياضية ليتم سقلها منذ سن مبكرة إذ أن اكتشاف ودعم وتشكيل الطاقات الرياضية في هذه المرحلة العمرية يشكل أساسا قويا للأداء القوي والتنفسية العالية ونوه سموه بالدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة والرياضيون بالمملكة من جلالة الملك المعظم والتوجيهات الدائمة لسمول العهد رئيس مجلس الوزراء للاهتمام بهذا القطع والتعاون مع مؤسساته إلى جانب المتابعة الحفيثة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي تشكل الحافزة والدافعة لمواصلة الجهود لتنمية عوائد الرياضة على مختلف المستويات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورة الألعاب المدرسية 2024 الذي تحدث فيها السمو الشيخ خالد بن حمد وأسعادة السيد إسحاق عبدالله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية للإعداد لتنظيم دورة الألعاب المدرسية وسعادة السيد لوران فاترينيكا رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بحضور عدد من المسؤولين وذلك في مقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ترجمة نانسي قنقر نحن هنا لتدشين فعالية دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 هذه الفعالية التي افتتحها سمو الشيخ خالد بن حمد هي في غاية الأهمية وستتضمن 25 رياضة في 35 دولة إذ أن مملكة البحرين هي إحدى هذه الدول ونحن متأكدون أن البحرين ستكون أفضل مكان لاحتضان هذه الفعالية حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اليوم لمؤتمر الصحفي لانطلاقة دورة الألعاب المدرسية الدولية سوف تشكل نقل نوعية للرياضة في مملكة البحرين داعم سمو الشيخ خالد في جميع الرياضات والطاقة الشبابية سوف تنقل الرياضة البحرينية إلى العالمية استضافة هذه البطولة العالمية التي سوف تقام في عام 2024 سوف تكون من 25 لعبة وأولمبياد للمدارس من أكثر من 80 دولة منتخب مشارك إن شاء الله وسوف يتم تخصيص أكثر من 14 منشئة لاستضافة هذه البطولة في مملكة البحرين اليوم نحن فخورين بالانطلاقة في المؤتمر الصحفي حسب توجيهات سيدي جلالة الملك ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد طبعاً هذه طافرة من نوعها ونحن فخورين كلجنة منظمة أن نقوم بهذا الحدث ونحن جاهزين حق أي تحدي حق أي أمور تقدر تقوم فيها المملكة باستضافة هذا الحدث بأكبر عدد ممكن من دول العالم وأنا متأكد بالمجموعة التي تكونت من اللجنة التنظيمية أن نحن إن شاء الله قادرين وعندنا العزم نحن نقوم بأي تحدي وأي واجب طالبين منه إن شاء الله سمو الشيخ خالد دايماً سباق في هذه الجوانب ولما ركز على الرياضة المدرسية فهو يمشي على البلية التحتية الأساسية لتطوير جميع الرياضات المختلفة في مملكة البحرين ولله الحمد فيه لجنة تنسيقية بينه وبين الهيئة وبين المجلس على الشباب الرياضة وهم وزارة الشباب واللجنة الأنبية البحرينية واللجنة المنبثقة لأصدر سموه بتشكيلها عردت دور كبير في هذا الجانب ونحن دورنا كوزارة ترابية والتعليم تماشينا مع جميع الرياضات الموجودة في البطولة وبدأنا في المرحلة العدادية نكثف هذه الأنشطة ونحط رياضات الجديدة بالإضافة أن نحن نضيف بعض المسابقات التي كانت ليست متواجدة في الفترة اللاحقة ضفناها في الفترة الحالية عشان تتماشى مع هذه البطولة اشتركوا في القناة